اشتركوا في القناة الفضائح ديالو باتت تتنقلها وسائل الاعلام الدولية ومرسلة لوزارة الخارجية لا ترد والسيد وهبي من ثن الحلقة داخل البرلمان إلى الردة الحقوقية إذن سنتناول هذه المواضيع الثلاثة معكم وكما العاد سعيد جدا دائما بالتواصل معكم سنة ونتمنى أن الأيام التي تبقت في شهر رمضان أنها تكون أيام ديال الغفران وديال البركة والسعة في الرزق ولو أن هذه الحكومة لم تترك سعة للرزق لعموم المواطنين وخصوصا للفئات الفقيرة قال لك سيدي تقدر تقدم شكاية بروتيني اليومي ولكن ماشي بالسياسي عليكم السلام السي إلياس لأن السعازي أخنوش من بعد ما صمتت وسائل الإعلام المغربية التي تم شراؤها تقريبا بالكامل مع بعض الصحفيين المحسوبون على رؤوس الأصابيع الصحفاء في عهد السيد عبد الإله بن كيران والسيد العثماني كانت تأخذ الدعم من عند الدولة مجموعة ديال المواقع الإلكترونية القنوات التلفزية ولكن في نفس الوقت كانوا كينتقدوا الحكومة وكينتقدوا رؤساء الحكومة السابقين لكن اليوم ومع شراء الجبهة المالية المكلفة بشراء المواقع والصحفيين داخل حزب الأحرار مع شراء معظم المواقع الإلكترونية ومعظم الأقلام المغربية أصبحنا في بعض الإحيان نتسأل وش عندنا صحفة في المغرب وش صحفة المغربية كتشوف أشنو كيوقع في المغرب أم لا شفنا كيفاش أن هذا النقاش الأخير لدار تحت عنوان الشيخة والشيخ شفنا بيعنا مجموعة ديال الصحفيين اللي معروف عليهم وحد التاريخ مهني صحفي واللي اختفوا منذ مدة خرجوا حتى هما تعلقوه كي يحاولوا ما أمكن أنهم يلصقون تهم بهذه الجهة أو بتلك وهي في الحقيقة كانت فقط محاولة لإذكاء النار وإشعال نيران الفتنة مبين مختلف مكونات المجتمع المغربي وهذا معاوة وهذا ضد وهذا تيسب وهذا تعير وهذه الجهة تيججوها على هذه الجهة ومتتبع يبقى ضايخ يعني بحدك اللي كيتفرج في التينيس يبقى كيدور يشوف في التينيس ومشات الهنا التينيس ومشات الهنا يبقى ومقابل غير شكل غير يغلبوه للمناصرين ديال الشيخ ولمناصرين ديال الشيخة ما يدهره في أسعار ديال المحروقات ولا في القرارات اللي كتأخذها الحكومة ولا في أي حاجة كتهم المعيش اليوم دياله إذن الصحافة المغربية بعض ما تم شراء السواد الأعظم منها مقابل الصحافات الدولية اللي لحظت بأن الوضع اللي كيتواجع عليه السيد عزيز أخنوش اليوم في ظل ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار المحروقات هو وضع غير صحي ووضع غير مقبول التجربة الأمريكية مع ترامب يعني رجل أعمال إنسان تاريس بحرائيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية ولكن السيد فوض التدبير والتسيير ديال الشركات دياله للناس خلين وهو تفرغ لتدبير شؤون البلاد حنا هنا في كيبك رئيس ديال الحزب ديال بارتي كيبكوى كان يعني تم اقتراح رئاسة على أحد رجال أعمال كبار اللي كيملك أكبر قناة تلفزية حرة كييملك عدد ديال الراديو الستاسيون الراديو ديال الصحوف الورقية ودخل التجربة قبل أنه يدخل التجربة ديال لأنه يترأس حزب سياسي ودخل السياسة ويخلي ناس خلين يقابلوا لي المشاريع دياله ولكن في ظرف وجيز لاحظوا بأن الأمور لم يقابلوا بشكل من المشاريع المشي بها قدم استقالته ويقابلوا بأنه يرجع للعالم والمال والأعمال ولم يقابلوا بأنه يسمعوا صوته وهو هذا كنسري كنت أتضحك على هذا التعليق علىها ماريوبين شح عندك حل من اثنين إما تسير لمشاريع ديالك أو تدخل للسياسة بير كارل بيلادو نقصي تدخل للسياسة ولكن شاهد بأنه المصالح المالية دياله تتدرر فهو رجعوا تاني لمصالح المالية دياله والآن لم يقابلوا بشيء يأتي بتسميته بينما في الوقت اللي كان يترأس الحزب اللي كان في وقت من الأوقات هو اللي كان يترأس الحكومة وصبح الحزب ديال المعارضة الأول سيمونتزكيت يقول للماروك مع هذا التعليق يصبح الحزب ديال المعارضة ويصبح الحزب ديال المعارضة لذلك صحيح قلت بالنسبة للسياد هنا يرى رسو ما قدش أنه يسمح في السياسة ويسمح في السياسة والناس تقبلوا هذا الأمر بروح رياضية اليوم لا يوجد صحافي اللي ينطق الاسم دياله واللي يتكلم عليه واللي يكتب سميته يتحول المواطنين بحاله كباقي المواطني مقابل البزنس دياله ولكن هنا عندنا رجل ديال السياسة اللي كيتولى لمنصيب راقم جوج في البوفور في المغرب رئيس ديال الحكومة وفي نفس الوقت سلو بزنس مان اللي كيستفد من هذه الفترة اللي كتعرف ارتفاع ديال اسعار مهول في المحروقات ومشيغي في المحروقات واحد عدد كبير ديال المواد وديال البضاعة اللي هو كيشتغل فيها إذن هذا السيد الذي يبيع الأكسجين للمواطنين من المواطنين يبيع لهم الغاز لبطا يبيع لهم ليسانس لبطاة 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 الشخص المستفيد من ارتفاع الأسعار في هذه الأوينة والتقارير التي تأتي عن مجلة فوربيس لا تقدم تقول لنا بأن الطروة هذه السيدة غير زيدة وكترتفع إذن حالة التنافي هذه ما بغيت تحضر عليها لا هيس بريس ولا حتى شي جريدة من الجلائد الإلكترونية يعني شوف تيفي الآن تحتل الصف الأول اللي تابع عباد الله هذا الضرب هذا دعائر شوفها عندها قوة خارقة تصوح هذا واحد العنوان ديرين عندها قوة خارقة والحيوانات المفتريسة تخاف منها عوض منه ووضعوها أمام المرآت ويقولوا لي هسي رئيس الحكومة نحن رأينا عشرين مليون من الناس الذين متابعين في هذه المؤسسة الإعلامية وخاصة تجلس تشرح المواطنين المغاربة كيف يعقل أنك صاحب أكبر الشركات في المغرب وفي نفس الوقت أنت ترأس الحكومة لا يمكنك تتعب على الكفة ذي من وكفة ذي الذي يصر إما ستأخذ هذه أو ستأخذ الأخرى وإطارة الجدل حول الأسعار بغير يمسح كل شيء في العدلة والتنمية ولكن سي بن كيرير كما عاهدناه يعني يعني يعطي الناس لا يعرف ما هو الخضراء الذي يقولون غير المنقي المنقي خياره يعني أنت يتلصق فيهم نسؤولي بأنهم هما الذين يزادوا هما الذين يداروا هما الذين يفعلوا أنت ما هو مدرب المنتخب الوطني أنت رئيس الحكومة إذا بجرة قالام لغير يقعدوا القرارات والأسعار والمزود الخمسة دراهم وستة دراهم وحرك لسامير سبارك الله هذا عدد كبير للأغنية للمغرب لا يستطيعون أن يصبح صندوق إحياء لسامير صغير الرغبة هي التي تتوفر الرغبة لا يوجد لو أن هذه الرئيس الحكومة وهذه الرجال الأعمال التي لدينا في المغرب وهذه النخبة الاقتصادية التي لدينا في المغرب لو أنها تفكر المصلاحات الوطن وكتفكر التوازنات داخل الوطن كانوا يعمروا صندوق يعمروا في نهار واحد ولا سامير تعود تولي تخدام ودروا البرامل وصيق أخنوش تحولت الوحد للبهلوان قال لك السيد الحقاد الحكومة لا تدرك البرامل لا تدرك البرامل لا تدرك البرامل لا تدرك البرامل أو أنت الدخمة الكبيرة من أجل تخزين المحروقات من الأسعار ديالها تهبط ولكن انت ما تهمك مصلحة ديال الوطن تهمك المصلحة الاقتصادية ديالك بوحدك دونك اغتانمتي الفرصة ديال الإغلاق لسامير ومشيتيك تدير هاد الخزانات الدخمة الكبيرة اللي كتخز فيها المحروقات اللي كترجع عليك انت برق ولكن اليوم تغسفتك رئيس ديال الحكومة مطالب باش أنك تفكر في الأمن الطاقي ديال البلاد وأنك توفر ما يلزم من هذه الخزانات اللي كتنتاقد العدلة والتنمية وكتقول بأنه مدالوهاش اليوم ترك رئيس حكومة يودي لها رأى البترول واحد الوقت يتبع بأرقام اللي هي سلبية غير جهز غير عمر غير يجيب البيادة وشارجي ودع لنا غير لك منسدوش الروبينيات إذن للأسف الشديد سيد عزيز أخنوش هو إنسان يفكر في المصلحة الشخصية دياله يفكر في التروة دياله وآخر همه هو المصلحة ديال الوطن يعني جاء مؤخرا في البرلمان يعود لنا بعض الخبيرات على أساس أننا ذاك شيء يقول لنا غير ينطيقوه رأى العدلة والتنمية رأى هما الأساس وفي المشكل أصل في المشكل وما اللي تسببوه في المشاكل وانتلجاي من المقادر شتحل هذه المشاكل حاجة أخرى اليوم كنشوف واحد تقرير عن ديرها الجزيرة على التعاون الطاقي بين المغرب وإنجلاتيرا المغرب بوحدهم ضوي البلاد المغرب ضواء ضيور ديال المغاربة كاملة وصل الضو لجميع المداشر وجميع القرى وما بقى حتيش واحد عنده في المغرب خاصه الضو أولا غادي قدم مساعدة الإنجلاتيرا العظمى غادي عاونها باش تضوي سبعات المليون ديال المنازل الكوبراء ماشي منازل ديال الدول الصافيح ماشي إنسان عنده جوجل ثلاثة البولات لا منزل اللي فيه واحد ثلاثين بولاء وفيه واحد الألف ديال المعدات كلها خدمة بالضو المغرب غادي وفر ما يلزم من الطاقة باش تم الإنارة ديال هاد سبعات ديال المليون ديال ما نزل في إنجلاتيرا كيفاش غادي تم هاد العملية غادي نولدو الطاقة الريحية في منطقة تغلمين أنا ما قلت منطقة تغلمين بقيت كانت سائل وش هاد الروينة اللي لازت في منطقة تغلمين مؤخرا عندها علاقة مع هاد الموضوع ديال هاد الاستثمار هاد أمس يساند انرجي ها لاش تنقوله بأن رئيس الحكومة خصويا إما يكون بيزنسمان ولا يكون رئيس حكومة ماشي هو في الوقت اللي هو رئيس حكومة كيشري نسب في شركة ساند انرجي وكيصبح واحد من أكبر المستثمرين فيها وكيعطيها امتيازات ضريبية بمعنى أنه كيمنح نفسه امتيازات ضريبية لأن ذات الامتيازات اللي تتعطى للشركة سيأخذ منها هو نصيب كرئيس حكومة إذا هو كرئيس حكومة كيوزع الفلوس ديال المواطنين على نفسه وقبل ما يضوي ديور ديور المغرب كاملين مشاك يفكر بش أنه يضوي ديور ديور إنجلاتيرا عبر واحد لكاب اللي سيدار في البحر وسيدفن في الأعماق ديال البحر وسيزو على إسبانيا وعلى بورتغال وعلى فرنسا وسيطلع الإنجلاتيرا مقاطعة كيبيك هي واحدة من أكبر المنتجين ديال التقف الأمريكا الشمالية ديال الكهرباء وعندها فائد كبير بزاف وكتبيع للمقاطعات الأمريكية أو المحافظات الأمريكية المجاورة وأيضا المقاطعات التي في شرق كندا هذا لا يوجد أيضا هذه مقاطعة حققات الاكتفاء الذاتي وأنا أرى بأنها أحسن شركة في كيبيك من ناحية استباق التجهيزات تقدر تمشي أي منطقة كيف ما تريد تلقى الانفراث 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 في كيبيك تلقى الضو وصل في الممشي يعني بعد بعد تم تقرير أنه تبنى في منطقة معينة أو مدينة في منطقة معينة الضو كين يزين البطويات 11 وستفين بحل هيتها أجر الخيوط يزين على كيبيك بأكملها إذا هذه المقاطعة إلى باعة الضو جاءت معها لأن كل شيء مضوي لا يخنوش الكيبيك الذي مضوي بوحده البلاد لا كل شيء يوجد الضو لذلك لا تباع للولايات المجاوية لا يحتاج مشكل بالأكس سيجلب العملة الصعبة سيجلب المال لهذه المقاطعة ولكن ما عندك ضو في المداشير ما عندك ضو في الأماكن البعيدة الناس في المغرب المنسي ما عندهم الضو أنت نايد تقلب على أن تضوع للإنسان الإنجليزي الذي بعيد بألفين أو ثلاث ألف كيلومتر أخنوش سأقوم بفلسفة والسياسة نربح أنا وبعد الطفل نحقق أنا الربح ومن بعد يوقع الذي يوقع في المغرب وهذا الطريقة الانتهازية في التفكير سألحق الأداء بالبلاد لأن إذا الصحفة المغربية لا تتكلم الصحفة الدولية تهضر هذه الصحفة الدولية تقول لك رئيس الحكومة لا يمكن لك تكون رئيس الحكومة وفي نفس الوقت تكون تاجير تبيع وتشري وتمنح لرأسك امتيازات لا يمكن تعطي امتيازات ضريبية لشركة المساهم بنسبة كبيرة جدا بمعنى أنك تعطي لرأسك امتيازات ضريبية هذا الوضع الذي توجد فيه بصفتك كرئيس الحكومة يشرف على تدبير الشأن العام وفي نفس الوقت رئيس الهولدينج يستفيد من أموال دافع الدرائب في المغرب هذا وضع غير صحي شريتي وسائل الإعلام المغربية بأكملها أو تقريبا بأكملها لا يمكن لك تشري صحفة الدولية إذن هذي غير واحد لأبوالدينج اللي هي صغيرة وربزاف يالله بدأت واحد شوية ستبقى غدا وكتكبر 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 حتى ستسمعوه في CNN وفي Fox News والBBC الناس يتناقشوا كيف يعقل أنه في بلد في طريق النمو ولكن هم أمريكيين يتكلموا عنه لا يقولوا أنه في طريق النمو يقولوا فقير إذا كانوا أمريكيين يقولوا بلد فقير ممكن رئيس الحكومة في نفس الوقت هو المشريف على تدبير الشأن العام وفي نفس الوقت هو المستفيد الأكبر من الاقتصاد ديال البلاد إذن هذه كما قلت يعني مجرد بداية وأكيد أنها ما غدش تكون نهاية إثارة هذا النقاش حول حالة التنفي التي يتواجد عليها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إذن السيد عزيز أخنوش الشوها ما غدت تبقاش محلية أكيد أن الشوها غدت تولي شوها دولية والشوها ديالهات الصحفة غدت تولي أكبر لأن كما قلت يعني الصحفة في وقت بن كيران والعتماني يعني أنا كنت شاهدا على العصر أن الناس كانوا ياخذوا الفلوس ياخذوا الفلوس من مجموعة المؤسسات التابعة للدولة ومجموعة المؤسسات الوزارية ولكن في نفس الوقت كانوا يمتقدون الحكومة ومتقدون رئاسات الحكومة وكأن الأمر صبح مشروط سأعطي الفلوس ولكن ستشد فمك وهذا غير صحيح لبلد ديالنا أن الصحفي لشد الفلوس سيخص يسكت هذا أمر غير صحيح سأرى الفيديوهات التي ينشرهم الصديق محمد تحفا ويعني التعامل الكبير للصديق دياله اللي معاه يعني أعطى التمار دياله وتخلي تحفا يتفرغ للحديث للكلام وكل ما هو تقني كي تكلف به الصديق دياله فأنا تنعرف بأن مثلا كنت في مجلس مع وزير جالية سابق مع المدير ديال إحدى المواقع الإلكترونية وثم الاتفاق على أنه سيتعطى مساهمة مالية بقيمة 50 مليون ديال سنتين لهذا الموقع هذا في إطار شركات شنف هذة الشركات هذه كان مجموعة ديال البنود ديال أننا نبدأ بارتاجين لكم إلا كان عندكم شي حاجة جديدة شي حاجة تهم الوزارة لكم مهم تلقى تخريجها ولكن الأساس في المسألة هو أنه سيكون هناك دعم مالي من الوزارة للموقع الإلكتروني هذا موضوع آخر الذي تكلمت عنه أكثر من مرة المقالات التي كاتبهم وضيعت عليهم أوقات ضيعت عليهم أيام تجم الجليس الجالية يجمعهم في حد الكتاب ويسميه باسم دياله هوان كفاءات مغربية إلى آخره ولكن يكون هذا في إيطال عقد 40 مليون إلى 50 مليون ديال سنتيم التي تعطت جريدة الإلكترونية مقابل هذا الشراكة أو التي تسميت شراكة كنعود نصف إيطاليا التي تلاقاهم مع رجال أعمال مع أستداء مع ناس قزار الناس الذين نجحون في الحياة ذيالهم يكتبون عليهم مقالات ويتم تجميع هذه المقالات في كتاب ويتدفع فلوس هذه المؤسسة التي هي مجلس الجالية فهذه أمور التي معمول بها نحن الآن مر علينا تقريبا سنتين ونشر كل المواد الوزارة الخارجية المغربية وكل ما يتعلق بالأنشطة السيناصر بوريطا ما طلبها من ناحية ما بززها علينا يعني كان اختيار ديالي أننا نتواجد خارج المغرب جريدة للمقر ديالها في كندا ف يعني مش عيب أنها تُعنى بالسياسة الخارجية وبكل ما يتعلق بالأنشطة ديال السيناصر بوريطا وعندنا شخص داخل الفريق ديال جريدة الصحبة الإلكترونية بقابل وزارة الخارجية ديال اللي يتحط ديال وزارة الخارجية يتحط ديال عندنا في الموقع فتقدمت أنا بطلب مكتوب ورسلت الوزارة الخارجية تركون فيه بأن السيد التقني اللي كان في المغرب يشتغل معنا على الموقع ويعني له الفضل في أن الموقع خدام بدون مشاكيل كل موقع كانت تصلوا بها كي يحلوه في الحال شاب طموح بقي في مقتبل العمور قريش بركة عنده البكالورية فتوجهت بالطلب بورس إلى هذا الشاب هذا يعني بورس لكي يكمل الدراسة في كندا الفكرة هي أنه يأتي إلى مدينة موريال يدخل يكمل الدراسة في العالم في الميديا وفي نفس الوقت يكون قريب مني الوقت الذي نريد أن نفعل شي يأتي يتواجد معي بنفس الطريقة التي يشتغل بها تحفى وصديق له وصديق يتواجد ثلاث شهور يتواجد ربعا شهور وقال يعني أنا أحترم الوزارة أن تقول لك الطلب لكم مرفوض لا سوف نقول لهم لأن يرفض إلا لأن لديهم أسباب التي خلت يرفض ولكن كان نوع التجاهل الشفور الكاميو لا تصدع رأسكم معه لا تصدع لا تحرق رأسكم معه لا تحرق لا تحرق لهم لا تحرق رأسكم وصافي لا تصدع رأسكم صديق صديق ردت الفعل أستاذ الجامعي سيد كريستيان في أثناء الحفل الأخير من التي تصور احترام كبير وكيف وقف من بلاستو تحرق وكيف تحرق تحرق الناس أصغر من 30 سنة تجربة في العالم المحامة كلهم ناس يقنون الاحترام والتقدير لأنك يسمعهم المقالات الحوارات يشوفون اللي اللي كندير مع الناس السياسيين هنا يعني يقدرونك على حسب ما تقدم ولكن أنا كنظن بأنه هذه القضية الشيفور الكاميو تحريج الكثيرين وأظن أنها تحريج أيضا وزارة الخارجية أنا غير شيفور غير خربق أنا غير خربق فعلا ولكن الردار الذي يوجد فيها غارجات وشرط على أن الطنوبيلات لا يدخلون للغارجات لنستعملوا فيهم السيارات سنحولهم استوديو الجزيرة بإمكانيات خاصة نرى بأن المواقع إلكترونية على الأشياء التي يتم إن كان مقابل لا تنتقدون نحن 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 نفس الأسلوب شاب ممكن يطور ذاته يحسن المرضودية وممكن يطور المعرفة في هذا المجال وممكن يساعد نحن ونعطيه خدمة إعلامية أفضل من التي نقدمها كما قلت لا يطلبها من نحن شيء واحد ولكن يعني كتشوف بأن هناك نوع من الاحتقار في طريقة دير التعامل ومن حق كل واحد يتعامل طريقة اللي كتريحه اللي كترضيه إذا هذا الموضوع الثاني فيما يتعلق بالموضوع الثالث السي وهبي يعني من بعد ما دار سيرك داخل البرلمان شكرا السي ريدا شكرا على الدعم وشكرا محمد متوزكي وشكرا لكل الإخوان على التعاليق ديالكم ان شاء الله شوف ما اسمت الميسرين 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 شخص واحد عنده ميكروفون وعنده كاميرات ويدر برنامج وخاصني شخص الذي سيعاوني انا في نهاية الأمر سوف نقوم بمجرد معي وحدة من ابنتي سوف ندفع التعلم ودخل وقرأ هذا الشيء وستطيع التكلف ليها ولكن يبقى في كل حال من الميسرين معتز مطار شكرا السريدة معتز مطار يعني لا يحتاج إلى ألف شخص واحد معاك قاد لك الصورة وقال بلك التصور ويقافي شيرك ليشيه والأمور سوف يتمشي بخير وعلى خير والحياة تستمر لكن من كتشوف بأن أموال طائلة كتعطاء المواقع إخبارية ما تبقى تهضر على الوزارة أو ما تهضرش على الشخص فلان فهذا يعني نوع من العبات وهذه الطريقة عباتية في التعامل أفضت إلى ما أفضت إليه في عالم الإعلام تنشوفوا الإعلام لأنه وصل للحاضر وصل لواحد المستوى اللي يعني ما عرفت شوش ستقوم له قائمة بعد هذا العهد أو لا يبقى في هذا المنح هذا أنا قلت تابعين غير الأخبار ديال الوحدة دخلوا نشوف تيفيليهم ونشوفوا الفيديوية اللي بارتاجة وراء فيديو ديالها الصباح هذا فلان فلان عندها قوة خارقة لحيوانات المفترسة كتخاف منا مني كتشوفها كتخاف منا يعني هنا في وصلت الصحفة يعني الصحفة المغربية ديالنا دبراها في هذا المرحلة هذه في هذا المحط قلت بأن السي عبداللطيف وهبي من بعد هذا السير كهذا اللي اللي دار في البرلمان والغوات وهذا المواطنين ومنحقهم ومنحقهم اللي كان في المعارضة اليوم اللي صبح في الحكومة وصبح وزير ديال العدل يعني ننتظر منه تكريس العدل في البلاد وضمان الحقوق ديال المجتمع المدني وديال الجمعيات المدنية في أنها تقوم بالدور المنط بها لكلفها به ملك البلاد باقي خطاب جلالة المالك قال إذا كنت تتحملوا المسؤولية ديالكم إذن ما هو الحل؟ ما تقول لنا جلالة المالك من هذا الخطاب؟ تقول لنا راقبوا المسؤولين ديالكم وراقبوا الفلوس ديال البلاد ديالكم إذن المسؤولية ديال المواطن سواء فرادة هذ المواطنين كانوا فرادة أولا كانوا في جمعيات أرى المسؤولية ديالهم هو أنهم يراقبوا الشأن العام يراقبوا الناشط السياسي يراقبوا العمل للحكومة إذا كان البرلمان والحكومة بجوج هادو معا وهادو ضد وشوي عود هادو ضد وهادو معا ودير اللي نسيرك داخل البرلمان إذا نخلي بواحد المتنفس اللي هو المجتمع المدني يرد البال لابنت له شي حاجة ماشية ديك ممكن يقدم شي كاية للبرلمان ممكن يقدم شي كاية للقضاء ولكن باش تجين تابكا مسؤول على العدل في المغرب وتمنع الناس من أنهم يتابعوا السياسيين هذا عبت ما بعده عبت لك أنا قدمت رسالة على تنسيون ديالسي عبداللاطف وهبي وقلت ليه بأنه كان مجموعة ديال الأمور لأنه لا أريد أن أدخل فيها لا أريد أن أتكلم فيها أمام القضاء الكندي ولكنه لم يتصرف وهذا الموضوع أنا أريد أن يطرحوا قدام قاضي قاضي الكندي سوف يطرحوا قدامه هذا الموضوع لأن السي عبداللاطف وهبي لم يريد أن يتصرف ولو حتى يزيدوا على السيبوريطة هذا غير شيء يبرد الكاميور وغير خربق وغير غوت لا يأتي شيء من بعد أنا أردني ولا يقول لي ما أصدقته ولا ما أدرته ولا ما فعلته لذلك لذلك يأتيك يقلب علي لكي يدمرني أنا أريد أن أتكلم أنت كوزير عدلي لكي تقمع الحريات وكي تقمع المواطنين لكي لا يمشيوا للعدل ولا يمشيوا للقضاء ولا يحميوا المال العام ولا يحميوا البلد لهم لكي تقمع هذه الشعلية أنا في كندا لذلك المجتمع المدني بدأ تهديده ووزارات الداخلية الأخرى ووزارات الداخلية قادية في نفس الهيطة ووزارات العدل ووزير العدل يجبد هذا الشيء ووزارات الداخلية هي آلية من أجل تفعيل القرارات ما يوقع علينا حتى مع الوزارات التعليم كيف يفشلوا في تدبير الشأن ويخرجوا الأساتيدة للاحتجاج ومن بعد تخرج المديري الامن لكي تقوم بالعمل حفظ الأمن في الداخل الشوارع المواطنين كيف يرون ما يبقى 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 هو الرجل السياسة ووزير التعليم الذي يفشل في تدبير الملف التعليم يبقى هذا البوليسي لماذا يفض هذه التظاهرة السياسيين يجبون المشاكل والإداريين يجبون في الواجهة ويقول لي هم اللي في العيب مع المواطنين إذا حكومة يعني ما كانش على من تصبح ولا على من تمسي للأسف الشديد السيدة المنصوري اللي يعني كانت تدعج مني المدخلات زيالها والجراءة في الكلام في الحديث السباح قدامي وحد الحوار عن رمضاني سمعت فيها شي ثلاثين ثانية سمعتها تقول بأن الناس يعاتبون على أننا لا نتواصل ولكن شي واحد فينا ما تقول بأننا ما تقول بأننا راحنا مخدامينش لذا السيدة المنصوري احتى بالنسبة لها حكومة أخنوش حكومة اللي هي خدامة وقايمة بالواجب غير المواطن هو اللي خيب المواطن هو اللي ما مزيانش هو اللي كيبقي يقول بأن كان هناك ارتفاع دي الأسعار كان هناك عدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتها هذه الحكومة على نفسها يعني المواطن هو اللي اللي خاصه يتكاد وخاصه يكون مزيان مع هذه الحكومة اللي يهديه تم خنق الإعلام هو من النهار اللي مشاسي أخنوش لمؤسسات دي التعليم الصحفيين وسمى فوج بالاسم دي الفوز عزيزة أخنوش من تم كانت قراءة الفاتحة على الإعلام في المغرب ده بس عزيزة أخنوش ما عرفش وش وش يظل بأنه يفعل خيراً بالبلاد وش مفاهمش بأنه راك يخلق عدم توازن داخل البلاد وبأن البلاد راك خاصة تكون فيها صحافة اللي هي كتنتقد صحافة اللي كتقول العمزين راكين احتهنا في كندا صحافة اللي هي تابعة للدولة راها عزيزة أخنوش وتابعة الحكومات وكتقول كل شيء هو هذا كل شيء مقد ما راك من راك تنتقل ولكن راكين صحفيين قال وزير من اللي كي يريد أن يأتي عنده راكين لا يأتيش الناس ووضع لنا صحفيين في الراديو يعني ليس يتفقى نوات تلفازية في الراديو راها بول أركان عندنا هنا راها لوحد دي الإشهار دياله في المدينة بارتو هذا غير صحفي ديال الراديو راكين يعرق الوزارة ويعرق الحكومة ويعرق أي واحد يأتي عنده والتواجد دياله ضروري خاصنا صحفيين من هذه الطينة من هذه النوع خاصهم يكونوا في البلاد عزيزة أخنوش ما فهمتش يعني شنو طريقات التفكير دياله هي أننا نردو كل شيء يعني ندخلوهم الخانة الخنوع أن كل شيء مخلوع وكل شيء خايفان أنت وحد ما ينتقل أنت وحد ما يهضر يعني هذا ليس حال النهار اللي ستغلط لماذا يقول الكرق غالط ستغلط ستجعله يضرب في الحيط وهذا والدور ديال الصحفي هو أنهم اللي يشوف هناك سوء تذبير أو القرارات اللي هي غير صائبة أنه ينبهك يقول كوافل أنا رد البال بحبس فين غايد يرغاد يضرب في الحيط ولكن الشيء اللي يقلب عليه أخ نوش هو أنه يقلب يضرب في الحيط وما يلقى شيء واحد اللي يقول له رد البال حبس عندك وقف وهذا أول وضع اللي كانت أنت واجدوا عليه اليوم الوضع اللي نحن عليه اليوم هو هذا هو أن التران غادي ولمش تتقط عليه الفران الرامع عضلة والحيط ولا الحافة لأنه ما عندناش ناس اللي غادي ينبهوا هذه الحكومة ولا غيقولوا لها نعلي الشيطان لا الناس عندنا مع الصباح نادو أضرب الشيخ غرق الشقة في الشيخ شد الكلام الشيخ قلبه كله وهي مواطنين عليه أضرب في الإسلام أضرب في الدين أضرب في التديون الوضع اللي وصلنا له الآن إعلاميا في المغرب مع عزيز أخنوش وضع كاريتي الوضع اللي وصلنا له في تنفيذ الوعود الحكومية ووضع كاريتي يعني الحكومات السابقة على الأقل كانت الوعود ديالها إلى حد دين ما مقبولة رغانر يبول بريرك وقنعطيوكم الضيور كيبقام جرجرين بنادم تلك السنة الأخيرة وكيعطيو الواحد دوار ولا جوج وانتخابات أخرى وثاني نفس الشي هذا النهار اللي وقال كنفرقو الفلوس سنعطيوه عباد الله الفلوس سنخدموه مليون للناس سنفعلوه سنتركوه هنا وكان غير السفر تحقيل كذلك غير خوال خاول يعني كله كله فضفاد وكله فارغ سنعطيوه أنا أعرفها المنصوري بدأت صغير شراء الدمام هذا المشكلة هو هذا الجيل الجديد لدير السياسيين اللي عندنا في المغرب تظن بأنه راهلة شرينا كل شيء وسقطنا كل شيء رأى الأمور لأنه سيكون بخير وعلى خير وهذا خطأ رأى الإيكو سيستم لا يمشي بكل شيء يمشي بواحد الجانب إيجابي ولكن بحويج خليل اللي هي سلبية ولكنها ضرورية لأن هذا السيستم هذا يبقى غادي هاد الناس اللي عندنا الآن تؤمنوا بأن معي أو مع الطفل إما معي ولا لك مع بوليزاريو إما معي ولا لك ضد الوحدة الترابية يعني السياسي كيرتدرسوه هو الوطن كيرتدرسوه هو البلد هو المغرب هو مليك المغرب وهذا وضع خطير هذا ما عمرنا عشناه يعني انتقدنا في الحكومة ديال بن كيران انتقدنا في الحكومة ديال العثماني ولكن هذه الحكومة هذه ما بقى لنا ما انتقدوا فيها يعني مرة أخرى نجدد الأمال ديالنا في جلالة المليك أنه يوضع حد هذا العابة هذا اللي يقوم به هادسي أخنوش اللي يفكر في مضاعفة الطروة دياله اللي بغى يضوي انجلاتيرا ويضوي سبعة ديال المليون ديال المنازل في انجلاتيرا هو عنده المداشر في المغرب باقين ما نضوينش باقين عندنا في المغرب أماكن ما نضوينش ما نضوينش عندك هذه القدرة لكي تولد الطاقة بهذا الشكل هذا بدأ بعدها بالبلاد ديالك 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 وفر بها الحياة الكريمة بعد المواطن ديالك عادسي تقلم كيف تدير انك تضوع للأخر الخبر قرأت خراجات البترول وبدأت تقليل تتلعب بسبب ان البحر كان هائج حقا ما حقا وعود ما نقول لا تريد دخلي 200 او 300 متر لوسط البحر حتى يهدئ البحر وعود رجعي تخوي لا تريد انجلاتيرا لا كل شيء ديالنا المغرب ديالنا الانجليز ديالنا لنقراسة الأعمال اللي يفكر بها الطريقة ديال من البحقانة أنا والهليق للشعب هذا خطر كبير خطر يهدد نظام داخل المغرب يهدد استقرار المغرب والشخص الوحيد اللي يقدر يوضع حد لهذه العابات هو جلالة المالك اذا مرة اخرى نجدد طلب ديالنا الى مالك الميلاد انه يوضع حد لهذه العابات التسيب هذا اللي يقوم به السياسيين عندنا في المغرب راه كي يخلق مشاكل للدولة وللرجال الدولة مع الشعب هذا الناس من الذين يخرجوا تدهورها لان وزير التعليم موفا لهم لا يوجد يخرجوا البوليس البوليس يحتوي ضمن الامن يحتوي ضمن حركة السير في الطرقات المغرب لذلك يجعل الناس من جمهرين وسط الطرقات يحتوي ما يقولون المواطنين يقولون بأن وزير التربية لا يقولون مديرية الأبن لا يزال البوليس لا يزال لا يزال الآن نرى صورة من احدى المساجد يقولون الحياة بدون سياسيين داخل المسجد يوجد رجال البوليس ويهود ومسيحيين وهندوس داخل المسجد يتقاسمون وجبة الإفطار مع المسلمين داخل المسجد يقولون هذه الحياة كانت ممكن تكون هكذا هذا الشكل في جميع دول العالم لو لم يكن سياسيون في هذا العالم مخلق المشاكين ومديرية الفتنة ما بين الإداريين ومختلف مكونات المجتمعات في العالم بأسره إلا السياسيين هم أصل المشاكل هم أصل المصائب ولكن نحن نبوح بالنسبة التي يكبير في المغرب إذا نتمنى أن يضع شلالة الملك حداً لهذا التسيوب لحكومة عزيز أخنش وكل فرجال من الإدارة المغربية المعروفين بالحينكة ديالهم والذي تدربوا في الإدارة المغربية وعندهم تجارب في الحياة تتخول لهم بشأنهم يشرفوا على تدبير قطاعات أما بنادم غيري أنه كان في حزب سياسي أنا دائماً أعطيكم نموذج بأفشل أستاذ كان عندنا في الجامعة في مدينة فاس احتوالله هو وزير التعليم العالي رمو صيبك حلاً ترى دب الأساتي الذي كان في العهد أو الطلبة الذي يقرأوا عنده ستجد كل شيء هناك لماذا؟ لأنه سياسي وسأعطيه قطاع الذي هو حيوي وسأعطيه تكلف لي بالبحث العلمي لسانس التقدم كيف الدول تزيد بالبحث العلمي سأعطيه أفشل أستاذ لماذا؟ لأنه كان تعمل وهذا الحزب هو اللي فاز بالانتخابات